نعود لموضوع المضادات الحيوية وما يحكى اليوم من قبل دراسة طبية حديثة عن بأن تناولة لفترة طويلة قد يقصر العمر من دبي مع مغيث تلاوي طبيب مساء الخير أهلا بكم معنا دكتور مغيث مساء الخير هل تناول مضادات الحيوية تؤدي لتقصر العمر؟ هذه الدراسة جديدة طبعا نحن مثل ما بنعرف سابقا أغلبنا أو كلنا لتناول مضادات الحيوية كثرة أو بدون وصفة طبية مو بس بتؤتر البكتيريا الضارة بتؤتر حتى البكتيريا النافعة الموجودة طبعا بالجهاز هضمي تبعنا وبالتالي طبعا بتعمل مشاكل هضمية ومناعية كتيرة هذه طبعا سابقا قبل الدراسة هذه الجديدة الدراسة الجديدة صارت بأمريكا وعملوا دراسة حول 37 ألف مرأة حوالي 60 سنة تقريبا عمرهم ولقوا استخدام كورس واحد من المضاد الحيوي بيخل بتوازن البكتيريا النافعة على الجسم لمدة سنة كاملة بعد التوقف عن هذا المضاد وبالتالي طبعا مثل حكينا بتأثر على جهاز المناعة وبتأثر على الجهاز الهضمي طيب وكمان بالمقابل هذه الدراسة متى دكتور مغيث أنا يجب أن ألجأ لأصلي مرحلة أنه يجب تناول مضاد الحيوي لأنه إذا اتكلنا على الطبيب أو الصيدلاني يعني للأسف يعني بتعرف أنت دغري بيوصف المضاد الحيوي متى المضاد الحيوي المضاد الحيوي طبعا المفروض أنه ما يتأخذ أبدا إلا بي يعني تكون محتاجه بشكل يعني حاجته أكتر من عدم حاجته يعني أنه نحن مضطرين عليه كتير آخر مضطوي ممكن نستخدم المضاد الحيوي لأنه حتى هذه الدراسة لأت أنه تزيد خطر الوفاة بنسبة 27% لأنه طبعا هاي الخربطة بتصير بالجهاز المناعي والجهاز الهضمي هاي ممكن تعمل أضرار مزمنة وبالتالي ممكن تزيد بنسبة الوفاة حتى 27% ممكن تزيد بنسبة الوفاة خاصة عند النساء نعم خاصة بالأعمار الكبيرة طبعا حول الستين وفوق أنا أشكرك جزيلا من دبي سيد مغيث تلاوي طبيب عذرني عن مقاطع أنتهى وقت البرنامج ترجمة نانسي قنقر